لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله خي على الصلاة خي على الصلاة خي على الفلاح خي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الموحدون عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن الله تبارك وتعالى أكمل برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الدين أتم به النعمة على المؤمنين فبلغ أمته البلاغ الأمين واختاره لجواره في دار كرامته فنقله من هذه الدار إلى الدار الآخرة التي هي خير له وأولى قال الله تبارك وتعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى عباد الله في هذا الشهر العظيم شهر ربيع الأول وفي الثاني عشر من هذا الشهر المبارك وفي يوم الاثنين أصيبت الأمة الإسلامية بأعظم مصيبة أصيبت الأمة الإسلامية بأعظم مصيبة وهي وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولقد قدم الله تبارك وتعالى بين يدي وفاته عليه الصلاة والسلام آيات تدل على قرب مماته فمنها قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا We mentioned that Allah سبحانه وتعالى when he sent his messenger صلى الله عليه وآله وسلم he fulfilled and completed the message and he completed his favor upon the believers and then Allah سبحانه وتعالى chose for him صلى الله عليه وسلم to be near him to remove him from this worldly life to the life of the hereafter Allah سبحانه وتعالى says what means and what translates and indeed the hereafter is better for you than the present life of this world and verily your Lord will give you all goods so that you shall be well pleased in this month the month of ربيع الأول the 12th day the day of Monday 11 years after he migrated صلى الله عليه وسلم the greatest of tragedies struck this ummah that is the death of the messenger صلى الله عليه وسلم and Allah سبحانه وتعالى gave us signs to show that the departure of the messenger صلى الله عليه وسلم is near he says سبحانه وتعالى in his book this day I have perfected your religion for you completed my favor upon you and have chosen for you Islam as your religion that is one of the first signs to show that the departure of the messenger صلى الله عليه وسلم is near and close هذه الآية المباركة نزلت عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في يوم عرفة في حجة الوداء ومن ذلك توديعه صلى الله عليه وسلم للناس وهو في عرفة قال لهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ومنها أيضا من هذه العلامات أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن في رمضان في كل عام مرة أما العام الذي قبض فيه فعارضه مرتين قال صلى الله عليه وآله وسلم ما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي يعني ما أظن هذا إلا لأن أجلي قدنا وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام أما العام الذي قبض فيه فإنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف عشرين يوما كما جاء في الآثار the ayah that we recited in surah al-ma'idah Allah subhanahu wa ta'ala revealed it to his messenger صلى الله عليه وسلم on the day of Friday on the day of Arafah the only pilgrimage and during Hajjatul Wada' he said صلى الله عليه وسلم to the people addressing them I may not meet you next year as if he صلى الله عليه وسلم was making his farewells to his people and to his nation also the Prophet عليه الصلاة والسلام would revise in Ramadan the whole Qur'an with Jibreel once but the year he died and passed away صلى الله عليه وسلم he revised the Qur'an twice with Jibreel also the messenger صلى الله عليه وسلم used to make اعتكاف in each Ramadan every year 10 nights as for the year he passed away the last Ramadan he fasted he made اعتكاف 20 days ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع مكث في المدينة النبوية بقية شهر ذي الحجة والمحرم وصفر قال ابن رجب رحمه الله تعالى وكان ابتداء مرضه في أواخر شهر صفر وكان مدة مرضه 13 يوما في المشهور انتهى كلامه رحمه الله وذلك أنه خرج إلى البقيع مقبرة أهل المدينة فاستغفر لهم كالمودع لهم ثم رجع إلى أهله وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فوجدني أجد صداع في رأسي وأقول ورأساه فقال صلى الله عليه وسلم بل أنا والله يا عائشة ورأساه after he finished the Hajj and the final pilgrimage he went back to Medina stayed the rest of the month of the Hijjah the month of Muharram the month of Safar we mentioned the statement of Ibn Rajab he says that the beginning of his final illness was towards the end of the month of Safar and he stayed ill صلى الله عليه وسلم for 13 days he said this is the majority opinion the majority opinion of the scholars and we said that he صلى الله عليه وسلم went to البقيع the graveyard of Ahl al-Madina and he made dua and sought forgiveness for them as if he is giving them his farewells and then he went back to his family in Sahih al-Bukhari عائشة رضي الله عنها she said he entered upon me and he saw that I had a migraine headache and saying oh my head he said to her صلى الله عليه وسلم indeed it is me ya عائشة والله that my head hurts I am the one who has the migraine headache أيها الموحدون ثم استمر به المرض صلى الله عليه وسلم وكان يدور على نسائه كل واحدة في يومها مع المشقة لإقامة العدل بينهن وكان يقول صلى الله عليه وسلم أين أنا غدا أين أنا غدا رواه البخاري يريد يوم عائشة رضي الله تعالى عنهن فعرفنا رضي الله تعالى عنهن أمهات المؤمنين عرفنا ذلك فأذن له أن يكون حيث شاء فخرج صلى الله عليه وسلم بين علي والعباس رضي الله تعالى عنهما عاصبا رأسه تخط رجلاه الأرض حتى دخل بيت عائشة فَكَانَ عِنْدَهَا حَتَّى تُوفِّي He continued being ill and sick صلى الله عليه وسلم and he used to pass by each one of his wife's houses so that he can be just and fair to each one of them and he would always say where am I gonna be tomorrow? hinting to the house of Aisha they knew رضي الله تعالى عنهن the wives of the Prophet عليه الصلاة والسلام they knew that he loved her more and that he wanted to be in her house so they gave him permission صلى الله عليه وسلم to be with her so he was assisted by Ali and Al-Abbas may Allah تعالى be pleased with them and he had wrapped his head out of the migraine headache and the pain that he had and his feet were dragging he had Ali and Al-Abbas from each shoulder his feet were dragging in the ground until he reached the house of Aisha and he stayed there until he passed away صلى الله عليه وسلم وَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَمَرَهُمْ أَنْ يَصُبُّوا عَلَيْهِ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لِيَنْشَطَ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَى النَّاسِ فَخَرَجَ عَاصِبًا رَأْسَهُ فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ أَهْلَ أُحُدٍ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَدَعَا لَهُمْ وَقَالْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ خَيَّرَهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ يَعِيشَ بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين أن يلقى ربه فاختار لقاء ربه ففهمها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فبكى وقال بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رسلك يا أبا بكر على رسلك يا أبا بكر ثم قال انظروا إلى هذه الأبواب الشارعة في المسجد فسدوها إلا باب أبي بكر فإني لا أجد أحدا أفضل في صحبته منه وقال إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر رضي الله تعالى عنه رواه الإمام البخاري one day during his illness he ordered them صلى الله عليه وسلم to pour on him seven buckets of water because he had extreme fever so that he can find in himself to go and meet the people they did and he walked away صلى الله عليه وسلم towards the masjid and he had wrapped his head he sat on the minbar praised Allah subhanahu wa ta'ala and thanked him and then reminded the people of Uhud the martyrs of Uhud and he made dua for them and then he said oh people Allah subhanahu wa ta'ala has given an ultimayram to one of his servants to live in this dunya as much as Allah subhanahu wa ta'ala wills or to be with him and that servant has chosen to be with Allah subhanahu wa ta'ala Abu Bakr رضي الله عنه understood exactly what that meant and he started weeping he said oh messenger of Allah we sacrifice ourselves our children our wealth for you he said to him صلى الله عليه وسلم be patient Abu Bakr and then he said to the people you see all these doors these entrances to the masjid from the houses of the people the neighbors of the masjid close all of them except the entrance and the door from the house of Abu Bakr as-Siddiq he said صلى الله عليه وسلم he is the best companion the companion who benefited us in his wealth and in his companionship more than anyone else the hadith collected by Bukhari قال ابن رجب رحمه الله تعالى ولما كان الناس في صلاة الفجر من يوم الاثنين الثاني عشر من هذا الشهر في السنة الحادية عشر من الهجرة كشف صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلى أصحابه يصلون الفجر ينظر إلى أصحابه يصلون الفجر خلف أبي بكر كأن وجهه ورقة المصحف فأشار إليهم أن مكانكم ثم أرخى الستر وتوفي صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم انتهى كلامه رحمه الله ابن رجب رحمه الله تعالى says the day of Monday after صلاة الفجر the twelfth day of the year the eleventh year the Prophet صلى الله عليه وسلم was in his room he opened the curtain to look at his companions praying صلاة الفجر behind أبي بكر الصديق his face was bright like the cover or the page from a mushaf when his companions saw him they rushed they wanted to come and greet him he صلى الله عليه وسلم signaled to them to stay where they were and that was and then he closed the curtain and on that day he passed away صلى الله عليه وسلم نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وياكن لما فيه خير لنا وصلاح في الدنيا والآخرة أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفرو إنا ربي غفور رحيم تقدموا يا أخو في الخلف make room for the brothers who are coming late يا أخوة move away from the door جزاكم الله خير there's room over here يا أخوة make room جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فلما حضرت الوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بجنبه قدح فيه ماء يضع يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات اللهم أعني على سكرات الموت وكانت له خميصة يطرحها على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا مما صنعوا وكان آخر ما أوصى به صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم when he was on his deathbed صلى الله عليه وسلم he had a pot or a tumbler next to him that had water in it he would dip his hand in it and then wipe his face with it from the fever that he had and he would say لا إله إلا الله verily death has agony Oh Allah help me and assist me and he had a rag he would put on his face until he could not breathe then he would remove it that rag was dipped in cold water he would remove it and he would say may Allah curse the Jews and the Christians they took they took the graves of their prophets as places of worship warning from their actions the last thing he preached to the people صلى الله عليه وسلم the last thing he bequested was safeguard your salah protect your salah safeguard your salah take care of your salah and take care of the woman under you take care of the woman under you abraços دخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما ومعه سواك يستن به وعائشة مسندته إلى صدرها فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليه فعرفت أنه يحب السواك فقالت آخذه لك فأشار برأسه النعم فأخذته وقضمته ولينته ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى قالت فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم استنى استنانا أحسن منه ثم رفع إصبعه وجعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده رواه الإمام البخاري تقول رضي الله عنها فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا لم أجد ريحا قط أحسن منها قال أنس رضي الله عنه فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء حتى لم ينظر بعضنا إلى بعض وقال أبو الجوزاء رضي الله عنه ورحمه كان الرجل من أهل المدينة إذا أصابته مصيبة قال له أخوه مصافحا له اتق الله اتق الله فإن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو عبد الرحمن بن أبي بكر the son of Abu Bakr الصديق may Allah be pleased with both of them entered upon him in his last moments صلى الله عليه وسلم and he was using the siwak and when he saw him صلى الله عليه وسلم and he was laying on the chest of the mother of the believers Aisha he was looking at him using the siwak she knew he loved the siwak she said Oh Messenger of Allah you want me to take it for you and he nodded his head she took it she cleaned it she cut it and then she chewed it to make it soft and then she gave it to him صلى الله عليه وسلم and then he used it she said I never saw him صلى الله عليه وسلم use the siwak with perfection like that day and then after he finished صلى الله عليه وسلم he rose his he rose his index finger saying في الرفيق الأعلى asking to be with Allah سبحانه وتعالى and that he is ready he kept on repeating it until his hand came down and he passed away she said رضي الله عنها the smell of his body was the most pure the most perfect and I've never smelled any fragrance like that when his soul came out of his body صلى الله عليه وسلم and I صلى الله عليه وسلم said when he passed away صلى الله عليه وسلم as if the whole Medina had become dark so much so that one of us could not even greet his brother we were so shocked and Abu al-Jawza رحمه الله تعالى he said if we saw a brother with a calamity we would shake his hand and tell him fear Allah remember the death of the messenger صلى الله عليه وسلم نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه رسولنا صلى الله عليه وسلم ترك لنا سنته ترك لنا آثاره نقتدي بها نتمسك بها نلزم طريقه صلى الله عليه وسلم حتى حتى نكون معه حتى نكون معه صلى الله عليه وسلم نلقاه في الحوض على العرصات ونرافقه في الجنة نمكث ونثبت ونستقيم على هديه وعلى طريقته تركت فيكم شيئين لن تضلا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله والسنة it is crucial to remember that the Prophet صلى الله عليه وسلم left us with his teachings his traditions his sunnah and the way to be successful in this life as well as in the hereafter to follow his footsteps strictly so that you meet him صلى الله عليه وسلم in the hereafter while he is pleased with you being firm being steadfast being strict upon his teachings and his traditions نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الصلاحة والتوفيق والهداية إنه ولي ذلك والقادر علي اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تثبتنا جميعا على التوحيد والسنة حتى نلقاك اللهم يا ربنا كن لإخواننا المسترعفين الموحدين في كل مكان اللهم ارحم موتاهم وداوي جرحاهم وكلهم ناصرا ومعيدا وكلهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين اللهم يا ربنا كن لإخواننا في بيت المقدس اللهم يا ربنا أعد وأرجع لنا بيت المقدس أرجع وأعد لنا مسجدك المسجد الأقصى إلينا عاجلا غير آجل يا رب العالمين اللهم أقر أعيننا برجوعه إلينا يا رب العالمين اللهم يا ربنا وطهره من نجاسة اليهود إنك على كل شيء قدير وبنا عليم اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله واصحابه أجمعين وأقم الصلاة فإن الصلاة عمود الدين الله يكبر الله أكبر شهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله